سار قطار حل قضية القروض على سكة الإقرار اليوم خلال جلسة مجلس الأمة التي شهدت الموافقة على المداولة الأولى من قانون صندوق الأسرة والذي تشتري من خلاله الحكومة أصل الدين وتسقط الفوائد الموافقة جاءت بعد جلسة حامية شهدت تباينا حكوميا نيابيا في تقدير قيمة الصندوق فقالت الحكومة أن التكلفة المالية له ستتراوح بين ثلاثة مليارات ونصف وأربعة مليارات دينار وهو عكس ما قالته اللجنة المالية في وقت سابق بأن الكلفة لن تزيد عن تسعمائة مليون دينار الحكومة آثرت في النهاية أن تمتنع عن التصويت رغم تحفظها على صيغته الحالية معتبرة أن هذا الأمر يأتي من باب التعاون مع المجلس معربة عن تطلعها لإقرار التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية بعد معركة سياسية تناول فيها أطراف قاعة عبدالله السالم كلما بجعبتهم من سياسة فن الممكن أغرى مجلس الأمة بشكل أنفس قانون معالجة الغروض بمداولته الأولى القانون والذي أشمل شريحة تتعدى المائة ألف مواطن قابل رفضا حكوميا مبدئيا كاد أن يطيح بالقانون يسانده موقف من كتلة المستقبل الذين قدموا مقترحا آخر للغضية ذاتها ورفض قاطع لعدد من النواب الرأي الحكومي استقر أخيرا على الامتناع عن التصويت لما أسمته مبادرة تعاون رئيس مجلس الأمة علي الراشد اعتبر أن إقرار المداولة الأولى جاء بعد التعاون والتشاور بين السلطتين ما حصل اليوم هو قمة التعاون ما بين السلطتين الذي وصل إلى إنجاز المداولة الأولى ومن خلال فترة الأسبوعين ما بين المداولتين تقدم الحكومة ويقدمون لأخوة الأعضاء تعديلاتهم تناقش من خلال اللجنة المالية ويأتون بتقرير إن شاء الله يكون متفق عليه من جميع الأطراف عضو اللجنة المالية والاقتصادية أن أبا أحمد لأري من جهتي يعتبر أن المداولة الأولى لا تعني انتهاء الأمر متمنيا أن يتم الاتفاق مع الحكوم والنواب الرافضين للمقترح على التعديلات النهائية ونقول هذه خطوة الآن المرحلة المداولة الأولى انتهت وليس نهاية المطاف لا نستطيع أن نقول أن الأمور انتهت والحل أصبح قابل للتنفيذ أو أصبح واقع إلا بعد إن شاء الله مداولة الثانية وإن شاء الله بعد عدم إعادة الحكومة للقانون بعد إنجازها من قبل المجلس نحن ما زلنا في خطوات الأولى وإن شاء الله في اللجنة المالية سندرس اختراحات التعديلات من الإخوان التي تقدموا لنا فيها وأيضا نناقش هذا الموضوع مع الحكومة نأمل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أن ننتهي من مناقشة تقريرنا لنرسله للمداولة الثانية أعضاء كتلة المستقبل البرلمانية صوتوا بالامتناع عن التصويت بعد وعود من اللجنة المالية البرلمانية لدراسة مقترحهم الخاص بالغروض نحن اليوم أخذنا تعهد من رئيس اللجنة المالية أنه سوف يتبنى وينظر هذه المقترحات وسوف نكون معا إن شاء الله في اللجنة المالية حتى نرى هذه أترى هذه المقترحات النور ويتم التصويت عليها حتى يتم رجاع الفوائد وإدخالها إلى حساب المدينين لن نتوقف هذه جولة وكانت جولة الاستجواب جولة وسوف نستمر في هذه الجولات في مواجهتنا مع البنوك والذي أنا لا أشك أن الأخوان في اللجنة المالية متفقين معي أنهم مسؤولين وملاحقين قانون معالجة الغروض بعد معركة فن الممكن استطاع النواب تمريره بالمداولة الأولى وسط موقف حكومية شبه الاستغراب فمن الرفض القاطع إلى إمكانية قبول التعديلات به لاحقا حمد النبهان من مجلس الأمة قناة الكوت